اشتركوا في القناة والسجالات والمهاترات التي عادت حول قضية سرقة القرن أيضاً السجالات والمهاترات والأحاديث والاتخامات عادت بين ما يسمى بقوة سنية في العملية السياسية بصدر الاختيار رئيس البرلمان بعد إقالة محمد الحلبوسي رئيس البرلمان السابق وكأن الحياة متوقفة على تعيين رئيس لمجلس النواب في العراق إذا حضر لا يعد وإذا غاب لا يفتقد هذا لا يشمل قيس مجلس النواب فقط يشمل مجلس النواب كله هو واقع الحال هذا تحدثونا بالديمقراطية لأنه هذا البرلمان ما لا علاقة بالديمقراطية إذا كان الديمقراطية فالديمقراطية وسلسها غير شكل وبناءها غير شكل وفكارها غير شكل وتربيتها غير شكل أما أن تلعبون على العالم وتسووا للمسرحية من انتخابات وتجيبون كواكم وتفوزون وتقولون أن هذه الميليشيات هي اللي سلطرت على المهاترات ومصارعات وذبح وفلوس كل واحد ما أعلم مش قد يأخذ راتب وأربع سنوات ويأخذ تقاعد يغنيه وعائلته وعنده جواز دبلوماسي هو عائلته ويخش ويطلع بكيفه وحمايات وسيارات هذا وضع آخر هذا ما لا علاقة بالديمقراطية لا يتحدث أنها الديمقراطية هذا كذبة كبيرة أسس الديمقراطية ووضع الديمقراطية فكر الديمقراطية منهج الديمقراطية تربيتها وبناءها التراكم يختلف تماما هذه اللعبة الأمريكية التي جاءت للعراق منذ عام 2003 لحد الآن كافي تعبت العراقيين وأذتهم ووصلتهم إلى الحضيط رئيس البرلمان سني رئيس الحكومة الشيعي رئيس الدولة كردي ما عرف منه مدري شنو الوزارات محاصصة والتالي ما وصلتونا خلال 21 سنة إلى الحضيط وصلت العراق إلى أسوأ دول العالم أمنياً اقتصادياً سياسياً علمياً تربوياً صحياً قدمياً كل شيء هو سيء وشعبه يعاني معانات شديدة وأنتم في وادي والناس في وادي آخر وسيأتي اليوم حتى وأن كنتم تظنون أن الشعب العراقي قد سيطرتم عليه وأن الشعب العراقي يعني لا يجروا تحذيراتكم يعني أين تريدون أن تودون إلى المجهول تريدون أن تودون إلى الخرابة ترجعون إلى المربع الأول هذا كل لن يقنع الناس بالتالي الناس عندما ستخرج وستخرج قريباً ستخرج ومن يراه بعيداً نراه قريباً الوضع يدلل على ذلك وكل الثورات الشعبية في العالم قامت بهذه الظروف وأقل من عدها هذه الظروف سيئة تدفع الشعب مهما تفكيركم كان لم تكنوا تعتقدون أن الشباب صغير سيخرج عليكم في ثورة تشرين وخرج وهذا كان درس لكم كان درس لكي تهرب ومو لكي تصليح الحال لأنتم تستطيعون تصليح الحال لأن منهجكم غير منهج لا يمكن تصليح الحال يعني تروحون للسجن كلكم وتحاكمون وماذا يصير لكم فأنتم مؤهلين أبداً وليس لديكم فكر لإصلاح الحال إصلاح الحال ليس بيديكم إصلاح الحال بيدي ناس يحبون العراق ويعرفون قيمة العراق وما يهم ذول الناس كانوا سنة شيعة كوريد عرب تركمان ما لا علاقة عراقيين يعرفون شون يحبون على العراق أنتم ما تعرفون وما يكن علاقة به القضية لم تأتوا ببرنامج أو لم تأتوا بمهمة تؤدي إلى نهوض بالعراق هذا وقع الحال فعينوا رئيس مجلس النواب طيب طيب عينتوا رئيس مجلس النواب وماذا سيتغير ما الذي سيتغير يعني أولاً جاوبون ما الذي سيتغير هل سيمثل هذا الرئيس مجلس النواب سيمثل زعيماً سنياً كبيراً يستطيع أن يحمي السنة ويحمله هو مريد يحمي السنة مريد يحمي العراقيين هل يستطيع أن يكون علماً للعراقيين كلهم أبداً ما شفناها 21 سنة وشفنا اللي خليتهم شيعي سني كل طيب هذا ها كل الأحزاب الشيعية التي تحكم هؤلاء يقولون أكثرية وقلية دعنا نمشي يا خمتناش كل الحكومات اللي يجدتين كل هم اللي يحكموا سووا للعراق بما فيهم حتى الحكومة الحالية سووا للعراق خلي يقولوني كذب يعني شنو اللي يغيروه من وجه العراق بلط لكم شارع سووا لكم مجسر يعني هذا بلد بلا زراعة بلا صناعة بلا تنمية بلا خطط تنموية بلا خطط للحياة بلا خطط للمعيشة كل عشوائيات بالسياسة العامة بالسياسة الاقتصادية بالسياسة الخدفية بكل شي عشوائيات بدد اعمار العراقيين بدد واحد عشرين سنة من اعمار العراقيين من امانيهم من حياتهم من تصرفاتهم ناس ماتت وناس عاشت ونازم مصيبة كبيرة ناس هاجرت وناس هجرت ففي تفكير وفي طبيعتهم هذا المركب أذر عراقيين وخلاهم يدفعون ثمن غالي جدا خلال واحد عشرين سنة مع ذلك الناس تقول لهم غادروا وخلصونا بس خلصونا تركوا هذا الخراب اللي سويتوك تركوه خليه أعنا نحل والتالي رئيس مجلس النواب يعجب أن كذا وصراعات بين القوى وهذا يجتم هذا وهذا يتهم هذا وهذا يطلع والقنوات الفضائية تعيش على هذه القضية يوميا قابل أنه واحد يجتم بذوله ويمدح بذوله ويزكي ذوله وينزه ذوله ويخون ذولك والتالي والسؤال المهم إذا عينتوا رئيس مجلس نواب كان من يكون ما الذي سيته غير هل سياسة العراق وتشريعه ووضعيته وهي قضية إدارية كنتوا تشكون من قضية إدارية في إدارة الجلسات وإدارة الحياة وشلون يديروها ولا شنو يعني ما عدكم مدير عامي يديرها بشكل زين والوكيل ما لموه القيد وهي قضية ولا شنو التمثيل ناقص يعني هو هذا المحاصفة ناقصة الناس مني وهنا شيعي وهنا كردي يعني هل سيكون منقذ للعراق من الفساد من الخراب من الفلاة من السلاح المنفلة من الميليشيات هل سيعيد للقانون قوته يعيد للعراق سيادته واستقلاله ويمنع عنه التدخلات الخارجية عيراتها ستكون حرة قوانينها ستكون زاهية ولصالح المواطن هل سيعيد المفقودين والمغيبين هل سينقضي الأبرياء هذا كل جزء من الأسئلة أما الصراعات صراعات مصلحية صراعات الها مصالح والها أموال وتخفي ما تخفي وراءها هذا شكل آخر هذا ما معنين به الشعب العراقي لذلك شعب العراقي أيضا مثل ما كنا بالحلقة السابقة أيضا متفرج الشعب العراقي أيضا متفرج على هذه المسرحية مثل ما يتفرج على مسرحية الخساد مسرحية سرقة القرن الآن يتفرج على مسرحية مجلس النوع ما الاسف الشديد أعزاء المشاهدين وقت هذه الحلقة قد انتهى أترككم بالخير وألتقيكم في حلقة الأخرى إلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة